السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا عن اذكار اليوم والليلة الاذكار التي قاعدها ربنا عز وجل في كتابه العزيز وسنها رسول الاسلام في سنته المطهرة نقولها بالليل والنهار في اليقضة والنوم وفي كل وقت وحين فربنا عز وجل اشاد واتنى على هؤلاء الذاكرين فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد لهم مغفرة واجرا عظيما وربنا عز وجل اهاببنا ان نذكره في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال يظل الذكر دوما معنا وكلما ذكرنا الله كثيرا فربنا يذكرنا كثيرا فقال انا مع عبدي ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني في عالم الملائكة فاذكار اليوم والليلة هي قوت للارواح وهي غداء للقلوب وسكينة للنفوس المقصود ان لا يكون عند العبد المؤمن فراغ ما في فراغ للمؤمن والمؤمنة يذكر الله تعالى في كل زمن وفي كل مكان وفي كل حال وهو يذكر رب العزة الله يكرمه الله يعينه الله يزيده من الخير والبركة ومن التسير فمثلا عند العبادات لما نبدأ بالوضوء فالعبد يذكر الله عند ارادة الوضوء وبعد الفراغ منه نقول بسم الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وبدأ الفراغ من الوضوء نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا عند الوضوء وبعد ذلك لما نسمع الاذان في المسجد نتابع مع المؤدن ما يقول وحينما يفرغ المؤدن من اذانه نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعته اللهم مقاما محمودا للذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ولما نفرغ من ذلك نتوجه الى المسجد فعند دخولنا الى المسجد وعند خروجنا منه نقول اذكارا ماتورة علمنا ايها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول اعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القويم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك نقولها عند دخولنا الى المسجد طبعا ولما ننهي الصلاة وعند الخروج من المسجد نقول ايضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك فهناك اداب لدخول المسجد وللخروج منه في الدخول نقدم الرجل اليمنى ونؤخر اليسرى وفي الخروج نفعل العكس نقدم اليسرى ونؤخر اليمنى ونجلس ننتظر الصلاة فبين الاذان والاقامة نقول دعاء اللهم اننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة وحينما يبدأ الامام بالصلاة ويسكت سكت خفيفة يسمى الاستفتاح في الصلاة نقول دعاء ماتوراً اللهم نقني من خطاياي كما ينقث الثوب البيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالثلج والماء والبرد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وحينما نتم الصلاوات من ركوع وسجود وقيام ونفرغ من التشهد نقول اللهم اننا نعود بك من عذاب القبر ونعود بك من فتنة المسيح الدجال ونعود بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعود بك من مآتم والمغرم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ولما ننهي الصلاة ونسلم بعد السلام نقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والاكرام ثم نقرأ اية الكرسي ونقرأ المعودتين والاخلاص ثلاث مرات ثم نقول سبحان الله تلاتة وتلاتين مرة والحمد لله تلاتة وتلاتين والله اكبر تلاتة وتلاتين وتمام المئة نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اما اذا كنا نصلي بالليل صلاة التهجد فندعو الله تعالى بادعية مأتورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويواضب عليها نقول عند التهجد في الصلاة نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم ثم نكبر الله عشر مرات ونحمده عشرا ونسبحه عشرا ونقول لا اله الا الله عشرا ونستغفر الله تعالى عشرا ثم نقول اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني وأعدني من ضيق المقام يوم القيامة يا رب العالمين وعند جوف الليل والناس نيام حينما نقوم للصلاة نكثر من الإنابة والاستغفار وطلب العفو والعافية والبركة في الأهل والمال والولد ودوما حينما نختم نصلي على النبي الكريم لأن آخر ساعة يستجفى الدعاء بإذن الله هي في جوف الليل فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أيها الأحباب الكرام الأذكار في الصباح والمساء تشمل كل حركاتنا وكل سكناتنا ربنا أراد منا أن نملأ أوقاتنا بالليل والنهار بذكره وأن نلهج بحمده وشكره فمن بين الأذكار مثلا التي ينبغي أن نواضب عليها مثلا إذا حضرنا حفل زفاف وحفل فرح وأردنا أن نهنئ العريس والعروسة نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والعريس يدعو للعروسة فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعود بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا أرد العريس أن تقدم إلى عروسه ويخلو بها يضع يده اليمنى على جبهتها ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وطبعا ربنا يرزقهم خير الأولاد والبنات حينما يرزق الله تعالى المولود ويهل مستبشرا نؤدن له في أذنه اليمنى ونقيم له الصلاة في أذنه اليسرى وعند قرب الولادة إذا كانت المرأة تشعر بشدة نقرأ عليها آية الكرسي والمعودتات حتى يحفظها الله من شدة الوجع ولما يستهل المولود مستبشرا ندعو له بالخير اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبالك لنا فيه واجعله يا ربنا من أهل الصلاح والتقى ندعو للمولود دعاء كبير وواسع يحفظه المولى ليكون زية خير في الإسلام وحينما نلبس لباسا جديدا لباسا لفرح أو لسرور علينا أن ندعو الله تعالى لكي يبارك لنا فيه فنقول اللهم لك الحمد أنتك سوتني هذا نسميه إما قميصا أو طاقية أو توبا نسألك اللهم من خيره وخير ما صنع له ونعود بك من شره وشر ما صنع له الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله ثم الحمد لله فالحمد لله نحمد الله على التوب الجديد الذي رزقنا به المولى عز وجل وحينما نجتمع من أجل تناول وجبة الطعام حين البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم نأكل باليمين ونسمي الله بسم الله وحينما ننتهي نحمده الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين نطلب الله البركة اللهم بارك لنا في طعامنا غدا وارزقنا خيرا منه وإذا كان مطبوخ على النار نقول ونعود بك من حر أهل النار فربنا يجعل الطعام يتحول إلى طاقة استشفائية وإلى نور وبركة وإذا كان عندنا ضيف في مع المجموعة أو نحن كنا ضيوف وأكلنا طعاما وشربا فلابد من أن ندعو لأهل الإكرام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار الأطهار ندعو لهم الرحمة والمغفرة وبالتواب الجزيل إذا كان أحدهم جلس معنا وعطس فلابد أن نشمته فيقول هو الحمد لله فنقول له يرحمك الله ويرد العطس يهديكم الله ويصلح بالكم وهكذا أيها الأحباب الكرام الأذكار كثيرة ومتعددة وخصوصا أحيانا قد يكون الناس مجتمعين ويظهر بعض التعب أو يظهر بعض الحزن أو يظهر بعض الابتلاء فماذا علينا أن نفعل لقدر الله إذا وقعت مصيبة ماذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأردد الحمد لله على كل حال وأعود بالله من حال أهل النار أي مصيبة تبدو لا شيء أمام أهل النار الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار وإذا رأينا مبتلى معنا في وسطنا ندعو له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم خفف ما نزل إذا شعرنا بالخوف واستشعرنا بأن الألم قد يصيبنا نستعيد بالله ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسبنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا هو الحليم الكيم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل تناؤك ولا إله غيرك أما إذا هجب علينا الهم والحزن والخوف ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت اللهم الرحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرف تعين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظم شانك ونردد دعوة سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وربنا يأتي بالفرج وندعو كذلك بدعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أولها تهليل أوسطها تسبيح آخرها عثق من النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته بفضله وكرمه أما إذا كان علينا دين ونرجو الله تعالى أن يعيننا على قضائه ماذا نفعل؟ نفعل أننا نقول اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك ثم نكثر الاستغفار هذا الاستغفار من شأنه أن الله يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب وتقضي بها الديوه ويفيد عليك العطاء الالهي فالله مرزقنا رزقا حسنا أيها الأحباب الكرام إن أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة كثيرة ومتعددة ربنا عز وجل أراد من خلالها أن نملأ فراغنا وكل أوقاتنا بذكره نلهج بحمده وتسبيحه واستغفاره أذكر الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في السفر والحضر في كل وقت وحين مثلا أيها الأحباب الكرام إذا كنا مسافرين ماذا نقول في سفرنا نودع الأهل والأحباب ونقول في السفر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله ديني وأمانتي وخواتم أعمالي زودكم الله بالتقوى وغفر ذنبكم ويسر لكم الخير حيث ما كنتم ثم ندعو الله تعالى أن يسر لنا خطورة والطول هذا السفر اللهم طويلنا بعده وهو علينا سفره اللهم طويلنا بعده وهو علينا سفره وعند ركوب الدابة أو الطائرة أو السيارة نقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا فذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله والحمد لله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ثم نقول بسم الله مجراثا ومرساثا إن ربي لغفور رحيم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن اليقين ما ترضى اللهم اطوعنا بعده ومسافاته اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد اللهم ردنا سالمين غانمين وغيرها من الأذكار الخاصة بالسفر وحينما ندخل قرية أو بلدة نقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين نسألك خير هذه القرية وأده البلدة وخير أهلها وخير ما فيها ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ثم نقيم هناك سالمين ربنا يحفظنا من شر الخلق ومن شر العيون وشر الحسدين وشر الطاعنين والساحرين لما نقضي حوائجنا ونريد الرجوع إلى موطننا نقول الدعاء أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وعند رؤية باكورة الثمر ربنا عز وجل أزر الأمطار والخير في النعيم نقول دعاء المأتور فنقول اللهم بارك لنا في ثماننا وبارك اللهم لنا في مدينتنا وبارك اللهم لنا في صاعنا وبارك اللهم لنا في قرانا ومدننا وبارك اللهم لنا في أشجارنا ونخيلنا وزرعنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا كذلك أيها الأحباب الكرام حينما نرى الهلال والأيام تمضي والقمر والشمس يدور لما نرى الهلال الجديد الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلقك هذا كل ما رأينا بزغ هلال جديد لشهر جديد فإذا صمنا في هذا الشهر الجديد إما الإخميس أو الإتنين أو الأيام البيضة نقول الدعاء اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفترنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وعند هبوب الرياح نقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وعند الرعد نقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعند نزول المطر نقول مترنا بفضل الله ورحمته مترنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا هنيئا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم صيبا نافعا وعند شدة المطر والخوف منه نقول اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أما لا قدر الله وقع هناك حريقة فنقول الله أكبر ونرددها كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإن الحريق يخمد بأمر الله ويزول أما إذا قمنا بدخول المقابر لا قدر الله وزرنا بعض الأموات نقول سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتمنا بعدهم واغفر لنا ولهم وإذا قدر وأحد الأشخاص لا دغته حية أو لسعة وأردنا أن نرقيه بهذه الكلمات وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم بسم الله بسم الله بسم الله أعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أقولها سبع مرات ثم أختم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمك وهكذا أيها الأحباب الكرام الأذكار الصباحية والمسائية وبالليل والنهار وفي كل وقت وحين ما أكترها ربنا أراد منا أن نملأ أوقاتنا كله بذكره تكون قلوبنا خاشعة له والسنتنا رطبة بذكره ونبقى دائما متصلين به جل جلاله فذاك هو طريق الفوز العظيم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا من توضع كل شيء لعظمته ويا من دل كل شيء لعزته ويا من خضع كل شيء لملكه ويا من سكن كل شيء لهيبته ويا من أظهر كل شيء بحكمته تصاغر كل شيء لكبريائه لك الحمد يا رب العالمين يا من بعزته وجلاله تتم الصالحات ندعوك يا ربنا دعاء طيبا خاشعا مباركا اللهم إنا لك داعين ولقسوة قلوبنا شاكين ومن ذنوبنا خاشعين ولأنفسنا ظالمين وبجرمنا عالمين ندعوك يا رب العالمين دعاء من جمعت عيوبه وكترت ذنوبه وتسرمت آماله وبقيت آثامه وانسلبت دمعته وانقطعت مدته دعاء من لا يجد لنفسه غافرا غيرك ولا لمأموله من الخيرات معطيا سواك ولا لكسره جبرا إلا أنت يا رب العالمين ندعوك يا الله أن تغفر دنوبنا وتستر عيوبنا وتمحو سيئاتنا وتفرج همنا وتقضي ديننا وتحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا وتصلح أحياءنا وترحم أمواتنا وترزقنا رزقا حسنا يا رب العالمين ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت حركته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله